طول عمرنا وإحنا بنسمع عن المرأة اللي غلبت الشيطان النهاردة هنحكي حكاية الراكسة اللي غلبت الشيطان وتغلبت عليه الراكسة هلا الصافي رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام فاعتزلت الرأس وأعلنت توبطها وأحركت أموالها من الرأس هلا الصافي الراكسة التي ركع لها الشيطان أهلا بكم في قناتي أخبار النجوم مع إيميل لسه مشتركش يشترك وحط اللايك ولكمينت وأختكم محتاجة دعمكم حب أشكركم على دعمكم لقناتي يا ربي دمكم نعمة في حياتي وبتمنى منكم مزيد من الدعم الحضور الراكي المحترم اسمها الحقيقي سهير حسن عبدين اتولدت سنة 1952 في الأسكندرية والدها كابتن فريق الاتحاد الأسكندري بدأت مشوارها الفني سنة 1967 في مسلسل بيار الملح مع ليلة طاهر وشكري سرحان بعدها لفتت أنظار المنتجين والمخرجين وقتها اضطرت أنها تغير اسمها من من سهير إلى هلا الصافي شاركت في أفلام سينمائية زي المشاغبين في الجيش وابناتي والزئب وفندق السعادة وبعد نجاحها كارا وكيسة سنة 1975 اتجوزت من المطر بالشعبي متقال الإناوي الشهير بالرئيس متقال بعد قصة حب بينهم وبعد مشاركتها له في فرقته كانت بترقص على أغاني في الكولور منها يا حلوة يا شايلة البلاس بعد ثلاث سنين انفصلت عنه بسبب نزواته الكتيرة وكمان لأنه تجوز عليها وبعد الطلاق والانفصال اتجوزت الفنينة هالا الصافي بعده من خارج الوسط الفني وانجبت ابنها الوحيد كريم وبدأت نجوميتها وبقت واحدة من أشهر رقصات في مصر في فترة سيارة جدا وكانت بتناف الزيزي مصطفى ونجوة فؤاد وفيفي عبده فيفي عبده اللي كانت لسه بتبدأ السلم اشتغلت في أشهر وأكبر الكزمهات والكبريهات في مصر وفي العالم العربي وسنة 1986 وثمانين شاركت في فيلم حب فوق السحاب مع الفنين محمد عوض والفنينة سعاد نصر وكررت اعتزال الفن نهائيا بالرغم من ان عمرها وقتها كان 34 سنة بس كانت في عز مجدها وفي عز شهرتها واللي دعمها في موضوع الرأس والدها والدتها اللي كانوا بيصحبوها في رحلتها في الدول العربية وبعد ما كررت الاعتزال وفسرت اعتزالها للفن بالرؤى اللي شافتها وقالت انها شافت ان هي ماشية شبهة عارية في الشارع وشافت ناس كتير بيدخلوا المسجد برغم من الزحمة الكتير والزحمة الكبيرة وهي كانت مكسوفة تعمل زيهم عشان ما لابسها اللي كانت لابسيها لحد ما شافت شيخ لابس جلباب أبيض مع زوجته دخلت معاه المسجد وقتها فسرت ده ان هي شافت الرسول صلى الله عليه وسلم وفي يومه هي بتقدم فكرتها في فندق مشهور هاجم عليها أحد الحضور وقتها حست ان هي جثة أو دمية بتتحرك في المكان من غير أي معنى وكمان حست بالخجل بسبب ما لابسها اللي شبهة عارية وبترقس قدام رجالة ووسط الكؤوس خافت وقتها وحست بالخوف وثابت المكان فورا وكانت منهارة من البكاء وحصلت لها حالة من الهستيريا لحد لما وصلت قدتها ولبسة هدومها وكان شعور أول مرة تحسه من ساعة ما احترفت الرأس وكان عندها خمستاشر سنة وبعدها توضت وصلت ركعتين حست بالسعادة والروحة والأمان في نفس اليوم قررت تلبس الحجاب وقابلت الشيخ الشعروي وقعدت معاه وأعلنت توبتها وبقى اسمها الحجة سهير عبدين حرقت كل فلوسها اللي كسبتها من الرأس وقالت على نفسها أنا كنت صديقة الشيطان ولكنها عرفت طريق التوبة والحق والنور بالرغبة من العروض المغرية اللي كانت بتعرض عليها من المنتجين والمخرجين إلى أنها رفضت كل الإغراءات وخدت الكرار وحضرت أوراقها لأداء فريدة الحج وباكت في الكعبة المشرفة ودعت هناك إن ربنا يغفر لها على ماضيها ولما رجعت من الحج اتفرغت للأعمال الخيرية وبنت مسجد كبير كمان مدرسة خاصة ودر الأيتام مدرسة خاصة في الجيزة تعليم الدين الإسلامي وعملت مرتبات لأسر الأيتام وبعد ذلك تعرضت للهجوم من زملائها بعد اعتزالها الرأس وبدأت الفنينة نجوة فؤاد تستهزأ من توبتها وبقى يقولوا عليها في الوسط الفني الشيخة روحت الشيخة جت مش بس كده ده كانوا بيبعتولها جوابات فيها سخرية من توبتها بالرغم كده صممت هالة الصافية على التوبة وكملت في طريقها وكانت توبتها توبة نصوحة